الثلاثون من الشهر الحالي هو موعد إغلاق المخيمات في العراق وفق التوجيهات الحكومية وزارة الهجرة والمهجرين تتحدث عن إمكانية تمديد الموعد بضعة أيام لإكمال إجراءات النازحين فيما تؤكد استمرار صرف المنح المالية للعائدين منهم هناك أخبار جيدة في السليمانية سوف تصرح بها معالي الوزيرة خلال أيام القريبة القادمة العمل في دهوك كبير جداً إقبار شديد على العودة أكثر من 761 شيك يعني عائلة سوف تسلم مبالغها إذا لو سلمنا بدنا التاريخ قد تجاوز أيام معدودة أكيد هناك يعني ممكن استحصال موافقة تمديد 23 مخيماً فقط هو ما تبقى يجري العمل بالتنسيق مع الجهات الساندة على تنفيذ خطة إغلاقها بشكل نهائي هذه المخيمات وبحسب وزارة الهجرة تضم ما يقارب 26 ألف أسرة نازحة أكدنا أن العودة هي طوعية وبالتأكيد هناك أيضاً من يفكر بالعودة لأن البقاء في المخيمات ليس حق خلصالها أحد وأعتقد سوف نتابع أيضاً حتى بعد العودة سوف نتابع وضع حاوله وهناك مشاريع كبيرة بمساعدة الأمم المتحدة وضعنا عدة خيارات ومن يجد العودة إلى منطقته صعب لديه منطقة أخرى يمكن أن يسكن بها تحدي كبير تخوضه وزارة الهجرة والمهجرين لإغلاق ملف المخيمات الملف الشائك والمعقد الذي أخذ سنوات من المحاولات دون نتائج فهل ستنجح الوزارة بهذه المهمة؟ في الثلاثين من تموز الحالي الإجابة الحاسمة سجا جاسم العراقية الإخبارية بغداد